عايز أقول كلمتين من قلبي للمنتخب المغربي المنتخب المغربي حقيقي حتى هذه اللحظة رافع رقابتنا للسماء المنتخب المغربي حتى هذه اللحظة في مباراتين في منتهى القوة أمام المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيك المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 تعادل معاه فوز على المنتخب البلجيكي ثالث العالم البطولة الماضية والمصنف الثاني عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي الكروات القدم في الوقت الحالي تجمع منهم أربع نقاط الوضع الطبيعي أن المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي هم اللي يسعدوا عن هذه المجموعة ده قبل البطولة لكن اللي عملته المغرب في هذه البطولة حاجة مشرفة جدا حاجة ترفع الراس حاجة محترمة جدا ما يخشش فيك أهداف في المباراتين في منتهى الصعوبة قدام بلجيكا وكرواتيا ده الشيء وإنجاز رائع جدا رجاء وأنا عارف أنه خلاص الفرقة دلوقتي أكيد بتلعب وبتشتغل بس اللي يوصل الكلام يوصله رجاء أنتوا خلاص في هذه المباراة بتلعبوا باسم كل العرب ما بقاش فاضل غيركم كلنا في ظهركم كل العرب في ظهركم أنتوا شرفتونا عايزين الأداء يفضل مشرف والنتائج تفضل مشرفة ويبقى صعود مشرف للمنديال عايز بكرة أقول صعد المنتخب المغربي لدور الستاشر من كأس العالم الفين اتنين وعشرين بعد أداء مشرف ومبهر وعظيم مش عايز أقول أبدا تاني خروج لقدة لله مشرف المنتخب المغربي يستحق أنه يذهب لنقطة أبعد كمان من دور الستاشر مش مبالغ أبعد كمان من دور الستاشر المنتخب اللي تغلب على بيتجيكا وتعادل مع كرواتيا يقدر يروح لنقطة بعيدة أبعد كمان من دور الستاشر بكرة مباراة كندا مش سهلة ومش صعبة صعوبة عتيجي لو لقد الله كان فيه استهتار أو ثقة زيدة سهلة لو المنتخب المغربي لعب بنفس أداء المباراتين الماضيتين قلوبنا معاكم صوتنا معاكم هنشجع التسعين دقيقة هنفرح لمنتخبنا العربي المغربي نسنده ونقف في ظهره حتى آخر نقطة إن شاء الله يوصل لها في المنديال وإن شاء الله تكون نقطة بعيدة بإذن الله